اعترف ليك في الافهات؟ يعني للأسف جربت بس مقدرتش عبيرك خالص اموت انا في افشات الافلام لو افهات بمعنى قلش اه انا عندي قلش لايرادي افه و جاوبني عليه مع نبين محمود كل يوم في رمضان الساعة 3 وربع العصر والاعادة الساعة 9 وربع بالليل خصريا على ميجا افان احنا كمصريين متعودين لما نتحق في موقف معين بنفتكر فيه افه بنحبه لكن اللي حيصل في البرنامج هو العكس هنسمع ضيوفنا افهات وحنسألهم يطرى فكرتهم باي موقف بالضبط انا مش هقدمها كتير لان هي صوتها مميز وشكلها مميز وطبعا حضورها مميز جدا في رمضان ده وزهاب واكيد حيبقى فيها عودة قرايف جدا انجل مقدم كل سنة وانت طيبة وانت طيبة يا نبيل برسي كل سنة وانت طيبة ويا رب يكون رمضان يعني الحمدلله السنة دي في شوق حلو وجميل بالنسبالي رمضان كريم قوي الحمدلله وكان كريم السنة دي جدا 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 علي ومبسوطة جدا جدا الحمدلله برد الفعل على الحاجات تحت السنة دي وبشكرك جدا على التقديمه دي انا اللي بشكرك بصي بقى البرنامج معتمد على فكرة الافهات فالسؤال الشهير بتاع اللي ببتدي من البرنامج ليك في جفاشات الافلام؟ جفاشات جدا ده انا عجبك قوي ده انا كل انا وصحابي هزارلة بقى جفاشات الافلام والمسرحيات كمان عندنا النهاردة افلامه ومسرحيات برضو بس برضو السؤال بقى عشانا طماعه طب بتقلشي؟ بنتي ايه اللي بتقلش جامد بس اوه بس مش عارفة لا محتقدش اني بقى يعني مش عارفة بقى هشوف هنكتشف مع بعض هنكتشف بزاد طب هسمعك اول افه ونشوف كده الموضوع هيروح بنا فينه خلاص هيا كلمة واحدة اللعبة دي ما تتلعبش تاني عبدا يا مامي بقى عزة بس بحبور يقول لي مامي ايه؟ بحبور يقول لي مامي حاضر ايوه بحبور يقول لي مامي حاضر ايوه بزاد اوه انت جايب تعملي كده مع اولادك انت عنك بنت وولد؟ ولد اه بصي مش نفسك يعني ما بقولش الافه بس هو ده اللاين يعني اللي هو بنقول ايه؟ حاضر ها؟ بنقول ايه؟ لما طبعا بعد مقوحة سبع ساعات مثلا في الاخر اقول خصوصا ابني لان ابني مقوح قوي يعني بنتي ما شاء الله عليها شوية يعني متربية ابني مفيش بطمرش في اي حاجة ففي الاخر بعدا ما بحلك من المناه ده والاقناع وكيف الاخر بقوله هتقول ايه المامي؟ حاضر بس خلاص اخد الحاضر طبعا ما تتعملش في الاخر يعني عادي جدا شايفة نفسك ان انت ام مثلا مستبد او كده ولا يعني طيبة بتضحك عليك بكلمتين لا طبعا بتضحك عليك بكلمتين جدا جدا بس انا ام مجنونة شوية يعني ام ممكن تدلع 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 جدا 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 وتبقى متعونة ومتسهلة ومتسمحة وفجأة تقفش ما تتسقنيش ايه اللي بيحصل لي بس انا ببقى بحاول اكون صبورة صبورة وانا في الاخر بعد فترة طويلة من الصبر اقوم قفشة قفشة بقى قلبة الوحش يعني انا دلوقتي كمان اللي طبع علي في البيت من ولادي والذات من بنتي طبعا ان هي الاكبر ان خلي بالك الوحش يعني اللي هو ايه فيه الوحش هيطلع هانا تستفزيش ان فيه الوحش هيطلع كمان شوية بتعرف امتى هتحول فانا بتحول يعني افضل كده لطيفة وانا فجأة اتحول باب وانتي كطفلة بقى انتي معمومة كنت عاملة ازاي؟ كنت فضيعة كنت شائية جدا جدا وبسمعش الكلام خالص وانا كنت طفلة وحيدة كنتش متدلعة بس كنت شائية وبسمعش الكلام والدرجة هم ودوني الدكتور ودوني لان انا كنت مبعودش على حيلي ابدا يا نيفين طول الوقت انا يا اما ماشي فوق كراسي يا اما ماشي فوق ظهر الكنب يعني عشان اعود اتفرج على التليزيون لازم اعود رجلي فوق وراسي تحت اعود بالشقلوب حركة دائمة ما بعودش على حيلي درجلت انا وامي كانت تقولي لو قعدت خمس دقيق على بعد كتديك جنيه كنتش باخدهم برضو خالق ما قدتش بعض على بعد فودوني الدكتور تلع ان انا هايبر اكتر عندي اوتاقة زيدة وقالوا الاهلي اللي لعبوها رياضة لعبوني كل الالعاب بس مفيش يعني لا كنتش ايه يعود طيب نكتشف بقى حتة تانية فحياة انجل مقدم ايه اللي جرالك يا سريح؟ ايه اللي ما حصل؟ قوليني عايزة ايه بالزبط؟ انتاي قولي عايزة ايه؟ عايزة ورد يا ابراهيم نعم؟ عايزة ورد ايه مسمعتش؟ اه اه كم مرة بتقولي بقى عايزة ورد ايوزي كرين جدا بس مش رومانسي خالص يعني وصدي هو عملي جدا وبيحبيني انا عارفة بس ما يوريش ولا يتكلم ولا ينطق بيجيب ورد؟ لا فضحته كنت بدي رسالة هاقولك حاجة هو بيجيب بس عارفة بحيش اللي هو ايه؟ اللي هو مش انتي بيصدك الورد فضاليا سدتي ورد مش اللي هو مساء الله نجيب ورد وعجب لها ورد وكده وعطشوفي ورومانسي وكا خالص لا انتي عارفة تحبي الورد فضاليا هو مش عايزة اه المهم انك بتشوي الورد في الاخر اوه اشوفوه في المناسبات هاي بيستعبط امر ايوه المفروض ان احنا نتفعنا ان احنا نكون اصحابه بس لكن هو كل شوية عمال يحاول كده ينبك على ايام ما كنا بنحب بعض طب هو بقى لما بيستعبط انت بي بيرد فعلك ايه؟ بستعبط بقى اعتقد الافي الشهير بتاع كونستات بستعبط امر امتى حاهاهاهاهاهاهاهاها لا بستعبط طبعا لسا عادي يعني لما ابقى عاملة عاملة مثلا معرف ان انا عاملة حاجة غلط واجيقول لي إيه في إيه عادي يعني امرك ما بتحب تعتاري فينك غلطان لا احنا هنأعترفش ابدا ولو انك بصي تريد تعوّد نفسي ان انا لازم لما بقى غلطان اعترف بالصليقة كلها بالطبيع لا انا لو سي تجي بتطبيعتي لا طبعا وقال بالترويزة يعني كمان زعلانة مني تي ازاي تجرويت زعلاني مني وقفش مين اللي بقفش كنتي بتستعبطي بقى صور يعني غوزي طبعا وصحابي خلاص فقسوني رسمي فقسوني أسانة بقى كمان عندي مشكلة موعين دي وحشة قوي فأنا من قائمة جامعة مثلا أعدي على صحابي متأخر أو مثلا يعدوا علي عندنهم متأخر فمرة من المرة صاحبتي الأنسيم راشا طبعا هي لو سمان الحلقة هتفتكر جدا الناطب له خانقنا اخنق الرب السماء انها عدت علي عشان نروح نشوار وانا بتعطيها شوية تح عادي يعني ما كلنا متأخر مفياش حاجة انزلت رايتها قفشة يعني يتقفش انت اهنتيني يعني زي تقفشي عشان معدية علي فبتقفش علي هتمنى علي انك معدية علي تقفش علي لا ما تقفشيش بس طبعا واجهوني بحقيقة غلطي وانا عارفة ان انا في العيب المنايل ده فبحاولي امسك نفسي عن موضوع لاشي ممكن نواجه رسالة الرشا عشان برضو يعني ان صالحك عشان اأسفة جدا 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 على كل اللي عملتو فيه كل الكلاسيس اللي انت فوتتها بسببي كل الموعين كل التهزيق اللي خدتي من اهلك عشان روحتي بداخخر بسببي غير ريم وغير داليا ورانيا وغيريا مستيدي عشي زنونجا انجي قولي ضيعت مستقبلها عنها شلة كاملة متكاملة يعني يعني حصل خيرا عم باتا انت بصالحهم كلهم دلوقت راك نسمع الافتيني بعد مين الناس اللي انت بتشوفيه ان هما بفكروا بطريقة صيني طريقة مختلفة تماما يعني انه هو بتفكر ازاي في حدي في حياتك كده اوه كتير كتير جدا ايه عنيفين دا بتحذري ولا ايه انا من كتر ما بقيت واشوف الناس نهوا انتو زي بتفكروا كده بطلل تكالي عارفة اللي هو من كتل اندهش ولا اي اندهش اه هتكلميهم دو وتقوليهم ايه يعني هتقولهم ايه رأس تسكتي بقى كتير كتير يعني فأطر أخيرة مثلا في السياسة والحاجات دي طبعا كل واحد حقه ان هو يفكر بطريقته بس من قطر ما انا بقيت بشوف ان معظم الناس بقيت فكرت ايه مختلف عنها بفكر فيها يمكن يكون انا غلطانة بقى مع راشفة بقيتها سكت صبرت بناء صبرت مغيك ده تماما بقيت عايشة في بابل بقى اللعبة آخر بقى إشفة دايما بنختم بيه كده انت عارفين سؤال صعب سوم الفنان يقول ايه لسوم الإنسان وحشتني قوي ما تيجي بقى انت فين؟ بموت في الإفنة إنجل مقدم الفنانة تقول ايه إنجل مقدم؟ انا هنهزر اه ليه احتاجين هزر توقعت عشفة النجدي مفيش حاجة دايما بتحاول يتفكر نفسك بيها يعني خصوصا ان انت شغلك اكيد بياخد وقت تطويل من حياتك من تركيزك في حاجة بتحبي دايما تفكر نفسك بيها دايما بفكر نفسي إن ده زايد طبعا مهم نفكري في شغلك وفي مستقبلك وفي كارير بتاعك بس ما تحاوليش إنه ده يبقى كل حياتك فتفقدي بقى في الطريق صحابك وعلاقاتك وعيلتك وولادك يعني الأبقى هو عيلتك وصحابك وولادك ما تجيش عليهم فدايما انا فكر نفسي إنه لازم أعمل المجهود الزيادة إنه ما يشفطنيش العالم ده عن حياتي بتاعتي ما لحش دماغي عرفاسي برضو أي حاجة فيها كاميرا وشهرة جي بتلحس الدماغي مبسوطة جدا إنه قابلتك النهاردة والحمد لله لحقنا آخر كام يوم في المدون بعد ما خلصتي التصوير ولا لست مخلصتيش خلصتش يعني مين الحمد لله حتى آخر نفس عرفا حد يوم 28 مدونة ربنا معاكي والحمد لله يعني في تباك حلو جدا نهائل على المسلسل فأنا ببارك لك الله يبارك فيك اشتركوا في القناة